تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته رعاه الله مقاليد الحكم في مملكة البحرين وقال سموه في مثل هذا اليوم الأغر قبل خمسة وعشرين عاما انطلقت المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم المظفرة أدامه الله والتي أشعت الأمل وأغدقت بالفرص على الجميع بعدالة وأعلت من شأن النمو والتطور لتكون أولويات عامل أبناء جلالته في فريق البحرين حتى غدت البحرين اليوم في ظل حكم جلالته أيده الله وحتى أمن وأمان ونموذجا يحتذا في التنمية والتطور وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية أن مملكة البحرين حققت الكثير منذ انطلاق مشروع جلالة الملك المعظم الوطني الكبير بأهدافه على كافة الصعود التنموية والإنسانية حيث أصبحت البحرين اليوم تمتلك نموذجا رائدا وقصص نجاحا سطرها أبناؤها في مختلف المجالات والتي ستظل مصدر إلهام لأجيال الحاضر والمستقبل وبفضل رؤى جلالته السامية رعاه الله باتت البحرين منارة للتعايش واحترام التنوع الفكري والتي تعززت بفضل القيم الأصيلة التي تربى عليها أبناء الوطن والتي تعكس التعاليم الإسلامية الحنيفة وبعدها الإنساني مؤكدا سمه أن فريق البحرين الذي يمثله كافة أفراد ومؤسسات المجتمع يعتز بقيادة صاحب الجلالة وسيظل دوما كما عاهده جلالته وفيا لقيم جلالته مطيعا إطاعة واجبة لتوجيهاته حفظه الله متشرفا بثقة جلالته في حمل المسئولية بروح جامعة يدفعها على الدوام حب التحدي وعشق الإنجاز وجدد سمه لجلالة الملك المعظم العهد والولاء برا وإخلاصا لمواصلة العمل للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار والنماء لتكون البحرين دوما للجميع أملا للحاضر وتطلعا للمستقبل وفق رؤى وتطلعات جلالة أدامه الله من أجل وطن وأبنائه سائلا سمه الله المولى عز وجل أن يديم على جلالته الصحة والسلام وطول العمر ويحفظ جلالته عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة أبنائه ترجمة نانسي قنقر